تتسم العلاقات البحرينية العمانية بمتانتها شهدت تطورا كبيرا على الصعود كافا عززتها مسيرة التواصل المستمرة بين قيادتي البلدين القائمة على المحبة والأخوة العلاقات البحرينية العمانية علاقات تنطلق من أعماق التاريخ وتمثل نموذجا للعلاقات الثنائية من خلال وشائج الأخوة والروابط المتينة ويوما بعد يوم تشهد العلاقات بين البلدين مزيدا من التلاحم فجمعهما رداء الإسلام والعروب والثقافة المشتركة والمصير الواحد وجاء مجلس التعاون الخليجي ليزيدها عمقا وترابطا وعززت من هذه العلاقات الزيارات المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين حيث أن التواصل التاريخي لم تنقطع مسيرته على مر تاريخ العلاقات وتضيف السياسة الخارجية للبلدين بعدا آخر فالبلدان يتبعان سياسة خارجية تتسم بالدبلوماسية الداعية للحوار والتعايش السلمي وتضع كل الإمكانات في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وقد شهدت العلاقات بين البلدين تناميا وتعاونا وتكاملا أرسى دعائمهما حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى أيده الله وأخوه المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله تعاون وتكامل كان له بالغ الأثر في تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في العديد من المجالات بما يعود بالنفع والرخاء على شعبي البلدين وكان ولازال للجنة المشتركة بين البلدين دور فاعل في تطوير وتنمية العلاقات الثنائية في كفة المجالات والأصول بها إلى أعلى درجات التنسيق والتعاون ومواصلة المسيرة الناجحة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البحرين وعمان علاقة ترتكز على المحبة والمودة وهو الأمر الذي عزز من قوتها وهي علاقة تتميز بأبعادها التاريخية العميقة أرساها الآباء والأجداد وتزداد تطورا مع الوقت تطور نابع من إرادة قيادتي البلدين والتواصل المستمر بين الشعبين الشقيقين تطور نابع من إرادة قيادتي البلدين تطور نابع من إرادة قيادتي البلدين تطور نابع من إرادة قيادتي البلدين